حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أشج بن عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فيك خلتين يحبهما الله عز وجل قلت ما هما قال الحلم والحياء قلت أقديما كان في أم حديثا قال بل قديما قلت الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف حدثني أبو القاموس زيد بن علي قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال وأهدينا له فيما يهدى موطن أو قربة من تعضود أو برني فقال ما هذا قلنا هذه هدية قال وأحسبوه نظرا إلى التمرة منها فأعادها مكانها وقال أبلغوها آل محمد قال فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال لا تشربوا في دباء ولا حنتمين ولا نقير ولا مزفة شربوا في الحلال الموكع عليه فقال له قائلنا يا رسول الله وما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفة قال أنا لا أدري ما هي أي هجر أعز قلنا المشقر قال فوالله فوالله لقد دخلتها وأخذت أقليدها قال وكنت قد نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جروة قال وقفت على عين الزارة ثم قال اللهم أغفر لعبد القيسي إذ أسلمه طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوطروا قال وابتهل وجهه هاهنا من القبلة يعني عن يمين القبلة حتى أستقبل القبلة ثم يدعو لعبد القيسي ثم قال إن خير أهل المشرق عبد القيسي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي القموسي قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لا يكون قال قيس بن النعمان فإني أنسيت اسمه فذكر الحديث قال وابتهل حتى أستقبل القبلة القبلة ثم يدعو لعبد القيسي ثم قال إن خير أهل المشرق نساء عبد القيسي حدثنا يونس بن محمد حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شيهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيسي وهو يقول قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم فآشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأشجو فكان أول يومين وضع عليه هذا الاسم لضربة بوجهه بحافر حمار فقلنا نعم يا رسول الله فتخلف بعد القوم فعقل الرواحل لهم وضم متاعهم ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبسا ولبسا من صالح ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأه فلما دن منه الأشج أوسع القوم له وقالوا هاهنا يا أشجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسطى وقاعدا وقبض رجله هاهنا يا أشجو فقعدا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم واسطى وقاعدا فرح بابه وأطفه ثم سأل عن بلاده وسمله قرية الصف والمشقر وغير ذلك من قره هجر فقال بأبي وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قران منه فقال إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها قالا ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا أخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام وأشبه شيء بكم شعارا وأبشارا أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين موتورين إذ أبا قوم أن يسلموا حتى قتلوا فلما أن قال كيف رأيتم كرامة إخوانيكم لاكم وضيافتهم إياكم قالوا خير أخوان ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا وسنة نبينا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها ثم أقبل علينا رجلا رجلا يعرضنا على ما تعلمنا وعلمنا فأمنا من تعلم الطحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والسنة والسنتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال هل معكم من أزوادكم شيء ففرح القوم بذلك وابتدروا رحالهم فأقبل كل رجل معه صبرة من تمر فوضعها على نطع بين يديه وأومأ بجريدة في يده كان يختصر بها فوق الذراع ودون الذراعين فقال أتسمون هذا التعدود قلنا نعم نعم ثم أومأ إلى صبرة أخرى فقال أتسمون هذا الصرافان قلنا نعم ثم أومأ إلى صبرة فقال أتسمون هذا البرني فقلنا نعم قال أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم قال فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثرنا الغرزة منه وعظمت رغبتنا فيه حتى صار عظم نخلنا وتمرنا البرني قال فقال الأشجو يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخيمة وإن إذا لم نشرب هذه الأشربة تهيجت ألواننا وعظمت بطوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الدباء والحمتم والنقير وليشرب أحدكم في سقائه يلاثو على فيه فقال له الأشج بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في هذه فأومأ بكفيه وقال يا أشجو أشجو إن رخصت لكم في مثل هذه وقال بكفيه هكذا شربته في مثل هذه وفرج يديه وبسطها يعني أعظم منها حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى أبن عمه فهزر ساقه بالسيف وكان في الوفد رجل من بني عصر يقال له الحارث قد هزرت ساقه في شرب لهم في بيت تمثله من الشعر في إمرأة منهم فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه بالسيف قال فقال الحارث لما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعت أسدل ثوبي لأغطي الضربة بساقي وقد أبداها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن عبد الله العمري قال حدثنا أبو سهل عوف بن أبي جميلة عن زيد أبي القاموس عن وفد عبد القيسي أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقول اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين قال فقالوا يا رسول الله ما عباد الله المنتخبون قال عباد الله الصالحون قال فما الغر المحجلون قال الذين يبيض منهم مواضع الطهور قال فما الوفد المتقبلون قال وفد يفدون من هذه الأمة مع نبيهم الى ربهم عز وجل